الإنذار المبكر أعراض المرحلة الحادة لفيروس نقص المناعة البشرية تبدأ المرحلة الحادة لفيروس نقص المناعة البشرية بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من دخول الفيروس إلى الجسم يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الانفلونزا خلال هذه المرحلة مثل الحمى والصداع وآلام العضلات واتهاب الحلق وتورم الغدد اللينفاوية قد تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أسبوع إلى أسبوعين يعتقد بعض الأشخاص أنهم تعافوا من نزلة برد أو انفلونزا ولكن في الحقيقة لا يزال الفيروس نشطاً في الجسم ويستمر في التكاثر وإتلاف جهاز المناعة من المهم معرفة أن عدم ظهور الأعراض لا يعني عدم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص لآخر حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض لذلك من الضروري إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للفيروس ترجمة نانسي قنقر